معي من أربيل لمياء أحمد دباغ عضوة مجلس محافظة نينة وسابقا رئيسة نظمة المرأة والطفل العراقية مساء الخير أهلا بك معنا سيدة لمياء وقف مرسلنا في سياق هذا التقرير على دور المرأة بشكل عام في مكافحة التطرف ورفضها رفض المرأة العراقية له كيف تحدثين حضرتك عن هذا الموضوع عن دور كنا في الجهود ضد التطرف إلى جانب الجهود العسكرية شكرا لقناتكم ولمشاهدين قناتكم في الحقيقة هذا ليس بجديد على المرأة العراقية وأنا أتكلم عن المرأة العراقية بصورة عامة وعن المرأة الموصلية بصورة خاصة لكوني من محافظة نينة وهي الآن في مرحلة تحرير وإن شاء الله سوف يتم التحرير في وقت قريب جدا بسواعد القوات الأمنية وكذلك بسواعد أهلنا في محافظة نينة وفي مدينة الموصل سواء كانوا رجالا أو نساءا في التعاون من أجل تحرير المدينة في الحقيقة المرأة في محافظة نينة وقد تعرضت إلى هجمة كبيرة من قبل داعش وكان نصيبها في العنف الذي أصابها من داعش كان نسبته كبيرة جدا ولم تتعرض أي امرأة في العالم وفي جميع الحروب سواء كانت الحروب العالمية أو كانت الحروب المحلية إلى ما تعرضت إليه المرأة في أثناء سيطرة داعش وخاصة في أتكلم في محافظة نينة وكوني رئيسة منظمة نسوية وقمت بعد التحرير بفتح فرع أو مكتب لمنظمتنا في محافظة نينة مدينة الموصل الساحة الأيسر بعد تحريره وقد وقفت على حالات كبيرة وكبيرة جدا من العنف الذي مر على المرأة في مدينة الموصل هل ممكن أن نذكر أمثلة؟ نعم نعم سببه أكثر الأسباب كانت هي الوقوف بوجه الدواعش وعدم انصياع إلى أوامرهم فهذا يدل على رفض المرأة الموصلية لما كان يقوم بداعش من ضغوطات أمثلة عما تعرضت له النساء بمحافظة نينة ولأنه ذكرت حضرتك هذا الموضوع نعم نعم كما تعلمون ويعلم العالم جميعا بالإضافة أو باستنثناء حالة أخواتنا اليزيديات التي تعرضوا إلى العنف الجنسي فهناك حالات من العنف قد تعرضت لها النساء في محافظة نينة ولكن من نوع آخر وهو الجلد والضرب والقتل هناك لدينا لحد الآن إحصائية بمئتي امرأة قد قتلت على أيدي داعش بسبب كونها ناشطة سياسية أو ناشطة مجتمعية وأنها لم تصاع إلى أوامر داعش التعسفية جدا ضد المرأة مثال آخر هناك كثير من النساء ترملوا وكثير من الأطفال تيتموا على أيدي داعش لكون أزواجهم ومع هذا لكون أزواجهم قد قتلوا على أيدي داعش وهم نساء صغيرات في السن ولكن مع هذا قاموا النساء برعاية أسرتهم وأطفالهم واستطاعوا أن يعبروا هذه المحنة ولو كانت محنة شاقة جدا على المرأة ولكنها استطاعت بقوتها وقدرتها وإصارها أن تشتاز هذه المحنة لحين ما تحررت مناطقهم ولكن من خلال جيارتنا يمكنك أن تتابعي ولكن بعد هذه الاستفسار أتأكد قلتي أن هناك 200 امرأة من ابنين وتحديدا تم قتلهن على يد داعش والاستفسار الآخر أيضا ما الذي تفعلونه تحديدا عندما نقول تحملنا السلاح للدفاع عن القرى ما تفاصيل الدور الذي تقومون به ويمكن أن تكمل ما الذي كنت ستقولينه تفضلي سيدة لمية نعم في المحافظة نينوى مثل ما ذكرت سيدتي أن هناك نساء وخاصة النساء بعد التحرير حملنا السلاح لغرض حماية دورهم وبيوتهم وأكثر الدور خلال سيطرة داعش وأثناء التحرير أكثر الدور خالية من الرجال إما قتلوا على أيدي داعش وإما هربوا لأن بطش داعش كان بطشا كبيرا بالنسبة لأهلنا في محافظة نينوى سواء كان البطش على النساء أو الرجال ولكن كان قتل الرجال كثيرا وهناك إحصائيات وما زالت الإحصائيات في تزايد عن عدد الرجال الذين قتلوا على أيدي داعش فمما أضطر للمرأة أن تقوم بحماية دارها وأطفالها وكثير من النساء الذين أتاحت لهم الفرصة في الحصول على السلاح قمنا بحمل السلاح لغرض حماية عوائلهم وبيوتهم أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة بعذريني بس لأنتهى وقتنا شكرا لك من أربيل سيدة لمياء أحمد دباغ عضوة مجلس محافظة نينوى سابقا ورئيسة نظمة المرأة والطفل العراقية شكرا شكرا